السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. اعزائة الله بالصف الاول. الازالة زيك يا شباب يا ربكم بخير. بنكمل مع بعض سلسلة فيديوهاتنا لحل كتاب المعاصر. النهاردة عندنا يونت نمبر فايف. بوحدة الخمسة الدرس التالت والرابع. طبعا يا شباب في فيديوهات المعاصر احنا بنحل بس بالتدريبات. بنشرحها طبعا. لكن شرح المنهة الكامل موجود في رابط اسفل صندوق الوصف دوت يا شباب الفيديو دوت. ممكن توصل للرابط دوت وتلاقي عندنا شرح كل اليونت باللسننج بالريدنج بالجرامر وهكذا. نبدأ عندنا من صفحة ميتين اتنين وعشرين تدريب على الكلمات سيرفس يعني سطح زي سطح الارض مسلا معادن وعاء تغذية الطيور يعيد تدوير ونستاند باي على وضع الاستعداد يعني يوفر او يدخل او ينقص حسب المعنى يعني. لا تترك الاجهزة الالكترونية. طبعا ما تسيبهش ايه عندنا يا شباب على وضع الاستعداد. هكتب عندنا كده. نستاند يا شباب باي. نحط وعاء لاطعام الطيور في الحديقة لكي تطعم ايه الطيور بس ما عندنا فيدر. بيرد فيدر. there are a lot of under the ground. يوجد كثير من ايه تحت الارض اكيد يوجد معادن اسمها عندنا يا شباب. يعني ايه كلمة يعني معادن. يجب ان نعيد تدوير الاشياء القديمة ونستخدمهم مرة اخرى اسمها عندنا يا شباب. يجب ان نوفر او نرشد استخدام الطاقة في المنزل اسمها عندنا يا شباب. نروح على صفحة 224 تدريب برضو على اجزاء من الكلمات اللي هي الكلمة وعكسها ومعناها. افتح المروحة. التقس حقا حار. عكس بقى ايه يا شباب عندنا قلنا فيه او يبقى الصحة عندنا. طبعا يفتح برضو. طبعا كلمة يا شباب معناها كده يقلب الشيء رأسا على العقد او يرفض حاجة مسلا. معناها يتني الشيء. نحتاجين نتدخر او نرشد استخدامك الطاقة نوفر الطاقة يعني عشان نساعد كوكبنا. كلمة معناها ايه? معناها طبعا كيب كيب يعني يحافظ على. طبعا يعني يبدد يسرف يهدر يضيع يعني يقضي وقت او ينفق اموالا. معنا كلمة اجري اللي هي وافق يعني بتسوي كلمة اكسب. اكسب برضو يعني يقبل او يوافق. يعتقد او يفكر او يظن. يرفض لا يوافق. بنضيف لاحقة عشان نخلي الفعل دوة اللي هو يحتوي على نخليه اسم. يبقى معنا جملة تاني كده بنضيف لاحقة عشان نكون الاسم من الفعل كونتين بسمها كونتينر حاوية او وعاء. في بادئة تضع في اول الكلام معناها ان انت تفعل الشيء مرة اخرى اللي عندنا زي كلمة كده ري رايت يعيد الكتابة ري ريد يعيد الايه القراءة ريميك يعيد تصنيع وهكذا. نروح على صفحة متين تسعة وعشرين شباب تدريب على الكلمات. يجب ان نعيد تدوير الاشياء القديمة عشان نساعد البيع بتاعتنا اسمها يعني يعيد تدوير او تدوير يعني يدمر يحرق ثرو يرمي. مجدة زرعت رباتات او ظهور جميلة. فينا عندنا شباب فيه اللي هو البسكت المعلق اللي ممكن نزرع فيه. وعاء تغذية الطيور. معدات الكترونية. زراع الالعاب بتاعت الجيمينج. عندما تترك الاجهزة الكترونية في وضع الاستعداد للتشغيل يعني بيستهلكه طاقة كلمة يستهلك يستهلك اما كلمة ينمو او يزرع يدخل او يوفر. من الممكن ان احنا نعيد استخدام بعض المواد من السلة بتاعت ايه? عادة تدوير في المنزل. طبعا كلمة يعيد الاستخدام يعني يعني يعيد الاستخدام. يعني او يكبر او يزرع يشحن يبني يبقى من الممكن عادة استخدام بعض المواد من اللي موجودة في سلة ايه? سلة الاعدة التدوير يعني في المنزل. اللي هو البازلت اللي هو البازلت يعني شباب. طبعا ده نوع من الصخور يبقى روك. يبقى اللي هو البازلت صخور البازلت هي نوع من انواع ايه? الصخور. بعد كده عندنا طبعا كلمة قطن يعني اير هوا ووت خشب. توفير الطاقة في المنزل بيصنع فارق كبير جدا جدا مع التغير المناخي. ممكن يقلل التغير المناخي او يبطأ شوية. يصنع فرق. جيفز يعطي جوز يزهر بوت يضع. نروح ايه هي المنتجات اللي هي امنة للبيئة اسمها ايكو فريند اللي صديقة للبيئة يعني. يبقى ايكو فريند برودكتز المنتجات صديقة للبيئة هي امنة على البيئة. بلاستيك. بلاستيك غير صحي. يعمل بالكهرباء. شفنا ايه في المتحف المصري. يعني تمثيل. تريز اشجار. روكس صخور محلات. عندما تصبح الصخور ساخنة جدا. تتحول الى سائل. يبقى الدوب. يبقى اسمها ملت. زي ملت وعن كلمة فريز يتجمد. يبرد. يوفر او يدخل او يرشد الاستهلك. اذا بتعمل على تبريد منزلك اسمها اير كونديشنينج. اللي هو التكييف الهو. عبارة عن حاوية في الحديقة لاطعام الطيور اسمها بيرد فيدر. اللي هي السلة المعلقة نزرع فيها. غسالة. جيم كونسول هو دراع الالعاب بتاع الجيم. من فضلك ادفل نور قبل ان تغادر الغرفة. يبقى الصحة عندنا. نمبر فورتين. عندما تريد ان تستيقظ بكرة العمل. اضبط المنبه. جاهز المنبه بتاع ايه بتاع وايلك قبل ما تنام. لا تلمس الاسلاك الكهربائية. بايدك مهمة وبتلة. طبعا الكتروني ده الكتروني. وكلمة يعني شيء كده كهربائي. اما الاسلاك الكهربائية اسمها عندنا الكتريك وايرز. الكتريك ايه وايرز. الكتريستيك الكهربائي. انا عايزين صفة لكلمة اسلاك كهربائية. بهاينا الطريقة. بطريقة كهربية. وهنا عندنا الكهربا نفسها. دي الصفة. زي كده اسمها. طبعا ادفايز. طلاب الجايدين دائما يتابع قواعد المدرس. اسمها او نصائح المدرس. ما عندنا ادفايز. طبعا كلمة يعني معدة او جهاز. صوت بشري. يعني يركب ايه دراج. ونروح على صفحة ماتين اتنين وتلاتين الشباب. هو تدريب على الجرامر بتاع ده بدت نكرة المعرفة. لها ايه وان وذا. هنا عايزين ولا اداة تنكير ولا تعريف. لان الدول اللي اسمها مفرد كده. اسمها مش مركب يعني بياخد ايه. مش عايزين هنا محتاجين اي اداة. هنا اسم نكرة. يبدأ بحرف متحرك. يوجد منطقة في مدينتنا مليء باشجار كثيرة. طبعا هنا يا شباب مفرد. واسم برضو نكرة. عاش عايزين بيتكلم على يارا مين بالزبط. يبقى يارا. ونتكلم عليها الاول مرة. وجدنا تلك الصخور. يعني طبقات. اللي هي سطح ايه الارض. صح عندنا. ذا انا حتى قريبتها ايه ذا. لان نكلم من سطح الارض. واسم معرفة. ما فيش غيره يعني. هو صالح الارض واحد. هذه صورة. لو الهول في الجيزة طبعا نتكلم على صورة هنا نكرة اسم يبدأ بحرف ساكن. يبقى افوتو. كثير من التماثيل. اللي هي من اليونان القديمة. اسم دولة يا شباب. واسم دولة هنا مش اه كزا جزء يعني. كوا من كلمة واحدة. لكن من انجريز. بتاخدش ولا اي اداء بليها. يبقى عندنا انش انجريز على طول. قلنا الدول اللي هي تتكون من كزا مقطع زي مسلا امريكا بريطانيا وهكزا. اما الدول تكلم او تتكون مقطع واحد بس زي مصر اليونان ليبيا فلسطين ولا عندنا ولا اداء بليهم خالص. هم معرفة بذاتهم. بعد لعبنا مع فيل. ما قالش بقى ان هو فيل بالزبط. في الحديقة ايه المفتوحة هنا يعني. مع صحة عندنا ايه هنا? ان الالفانت. ان الالفانت. لعبنا مع فيل. في الحديقة المفتوحة. نمبر ايد. يجد كلمة سيتي اسم مفرد يعد. وقبلية صفة اولها برضو حرف ساكن وهي كبان ذات نفسها حرف ساكن يبقى عندنا مدينة مشهورة. رائد الفضاء اللي هو نيل ارمسترونج الامريكي كان اول شخص يمشي على القمر. القمر عندنا قلنا الشيء اللي موجود. واحد منه بس في العالم بتاعنا يعني. قلع بليه كلمة ايه كلمة ذا. زي ما قلتها عندنا كده ايه البحر الاحمر يبقى ذا فيش غير البحر احمر واحد. فهي لح حاجة واحدة بس وقبلها ايه ذا. هو شاي الحقيبة فيها عملات زهبية يعني اسمها اباك. مش مش عالفين انهي شنطة. ده هنا نكرة. وكمان حرف البي حرف ساكن. وده اسم مفرد يعد يبقى اباك اف جولد كوينز. ونروح يشبه على السؤال التاني هو سؤال. يبقى جسر العمالقة. لو موجود فين في ايرلندا. او ممر يعني العمالقة في ايرلندا. ده مصنوع من صخور البازلت. طبعا هنا شبه اسماء معروفة جدا. حط قبلها كلمة ايه كلمة ذا. اماكن معروفة زي زا نايل. كلمة هنا مثل. يبقى عندنا مفرد. يبقى صحة. مثلا يبقى العبوات البلاستيكية تعتبر مثال جيد لايه عادة استخدامهم مرة اخرى في اشياء اخرى يعني. طبعا ما عيش في القرية في الاندلس في اسبانيا وعن قبل الدول اللي بتتكون من كلمة واحدة بس نحط عندنا يا شباب ولا اي اداة فقدر اقول له كده عندنا يعني مش محتاج هنا اي ايه اي اداة. توليد الكهرباء بيستخدم كثير من الموارد بتاع الكوكب كلمة الموارد هي طبعا ما نفعش ايه ولا ايه لانها جامعة. ناخد عندنا كلمة ايه كلمة ذا. قبل الاسماء البشر يا شباب ما بناخد شوال اي اداة. يقول له عندنا هنا كده مش عايزين اي اداة. طبعا العالم يبقى عندنا ذا. يبقى عالم واحد اللي عايشين في دلوقتي. مفرد يعد يبدأ بحرف او صوت متحرك يبقى عايزين كلمة ان. طبعا هنا انترستن صفة لكن اولا متحرك فعشان الموط بتاعها حط ايه ان انترستن كارتون كاركتر. زراعنا شغرة مانجو هنا يبقى اناك يا جباب مش معارفة. يبقى ا 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 بعد كده عندنا سؤال اختيارات يا شباب عندنا حط دايرة على الكلمة الصحيحة زي الصن طبعا عشان ده يشغل شمس واحدة عندنا الشيء اللي موجود منه حاجة واحدة في العالم بس نحطه قبل كلمة ذا يبدأ بفاول صوت متحرك يبقى خلاص حفظنا وعد اس هنا ساكن واسم مفرد يعد وجد برطوانا برضو حرف صوت متحرك زي قبل اسماء البشر فيش اي ادوات يبقى لبا هم عازم وطارق على حفل زفافهم طبعا مدن شعيزة قبلها حاجة خالص يبقى قبل المدن المكونة من كلمة واحدة والدول نحطش اي ادواتها شباب بعد كده عندنا صفحة ميتين اربعة وثلاثين جنرال اكسرسايز تدريب عام على الدرس التالت والربعة شباب هنا ديالوج بتوين مونير بينقشوا ازاي يكونوا اصدقاء للبيئة هنا مونير بيقوله ما معنى كلمة يا باسل او يا باسل فقال له عندنا جملة اللي هي الجملة دي الشباب عندنا قال له عندنا معناها يبقى حاجة ايه لا تكون مؤذية شيء غير مؤذي للبيئة يعني فقال له نطهار معناها يعني ايه غير مؤذي للبيئة فقال له عندنا ازاي نعمل ده قال له ممكن توفر في الطاقة طعم بيقوله عندنا ازاي يكون كذا كيف نكون ايه يا شباب عندنا نكون اصدقاء للنظام البيئي يعني قال له سؤال قال له قال له ازاي اوفر طاقة يبقى عندنا كيف نوفر في الطاقة فقال له ممكن تطفي التلفزيون التابلت الكمبيوتر لما يكونوا مش مستخدمين هل الاجهازة الالكترونية تستهلك طاقة لما سيفهم على الوضع الاستعداد طبعا هنا شباب حدنا الكلام ده قال له عندنا قال له طبعا بيستهلكوا طاقة ييس ذي دي عايدة على الاجهازة كلها دوم عشان السؤال بكلمة دوم قال له ما قلتش عارف ده ايه رأيك في عاية التدوير يقول له عندنا ده مفيد جدا للبيئة طبعا قال له بعد كده عندنا يا شباب سؤال من المهم جدا تكون صديق للبيئة عشان نساعد الالبيئة تكهيف الهواء المياه الساخنة الأجهاز الالكترونية كلها تستخدم طاقة كهربائية كتير توليد الكهرباء يستخدم كثير من موارد الكوكب توسف انيرجي عشان نوفر الكهرباء او الطاقة لما يكونوا مش قيادة الاستخدام لا تتركهم في وضع الاستعداد لا تتركهم في وضع الاستعداد انك تاخد دوش اللي هو عندنا متاخدش بقى باث يعني تاخدش حمام طويل تاخد دوش قصير ده طريقة عظمة جدا جدا نوفر بيها الكهرباء او نوفر بها الطاقة بس بلاش تقضي وقت كبير في الشاور ده اضبط مبايلك او منبهك خمس داق بس وانتوقف عن الاستحمام ممكن نعمل اعادة تدوير لاشياء كثيرة في المخلفات بتاعتنا يعني او نعيد استخدامهم في المنزل الزي ازواجات البلاستيكية هي نموذج جيد لعادة الاستخدام عيد استخدامهم تاني عشان تصنع اشياء تانية طبعا كلمة ذنب دي عيدة على البلاستيك ايشباب بطلز نروح على طبعا واجد منزلي اللي هي النفايات بلانتست نباتات كلمة التي تحتها خط اللي هي استهلك يعني معناها هي استخدم يبقى يوز يوفر يحفظ الضمير الذي تحته خط اللي هو كلمة ان تعيد تعيد على مين او تشير اللي مين عندنا وبعدين هنا جايب لنا عندنا يا شباب عايزين عنوان مناسب للقطع عبدالك اشرحنا الكلام ده نشوف الكلمات اللي عملها تتكرر كل شوية في القطع هنا ونشوف هو بتكلم عن ايه طبعا عندنا ايه او بنتكلم على البيئة عندنا كتب عندنا كده يا شباب خليها كده عندنا ايه حماية البيئة اتكب عندنا كده حماية حماية ايه البيئة بتاعت او نخليها على طول او ممكن اكتب عاية التدوير كل ده ينفع عندنا كعنوان مناسب نروح على سؤال التاني ازاي عندنا بيساعد عندنا انهو بيوفر الطاقة بتاعتنا يبقى عندنا لان معظم استخمتش غالة بالكهرباء او بالغاز يعني بيوفر طاقة ومي ازاي توفر الطاقة في المنزل ممكن نكتب عندنا كده يا شباب نطفي جميع الاجهزة اللي في المنزل الكهربائية والالكترونية لما مكنش ايه منستخدم بعد كده يا شباب جاب لنا سؤال اللي هو تشوز وركز معايا طبعا ازبط ايه المنبه يعني الارم المنرالز معادن شاور اللي هو دوش طاقة انك توفر الطاقة معناها ان انت لا تبدد القهرباء او الوقود يبقى ويست طبعا كلمة كول يبرد كي بيحفظ بروتكت يحمي عبارة عن حاوية للنباتات اللي هي السلة المعلقة او بني يعني وعاق طعام الطيور جدي دائما بيملة وعاق طعام الطيور اسمه عشان يأكد الطيور طبعا ايتر اللي هو الاكل يعني الاول حاجة اللي بتاكل فنس يعني صور صور الحديقة مثلا ما بخريطة هل معك الام احمر طبعا كلمة اسم مفرد نكرة يعد يبقى الخشب يطف على سطح المياه كلمة سطح هي سيرفيس سيرفيس يعني سطح تحت الارد يعني منتصف فطمقاع معايا تفاحة ومعايا منجا فالصحة عندنا أبل حرف متحرك أو سط متحرك مفرد يعد يبقى احنا بنضيع مياه كتيرا جدا لما بناخد فترة كبيرة في في الشور بتاعنا بعد كده فهمي فهمي محتاج مياه كتير عشان يزرع بحاصيل طبعا اسماء البشر لا يوجد قبلها اي ادوات يبقى ممكن تعمل ايه في الزواجات البلاستيكية عشان تبدع في اشياء تصنع اشياء مبداعة يعني طبعا نوعدي الاستخدام اللي هي دائما قلنا ممكن نحول الزواجات البلاستيك الى اوعية للزراعة واوعية للاطعاب الطيور بيرن يحرق بلانت يزرع دمج يوتلف بعد كده عندنا سؤال يا شباب عندنا مدرس جديد لحسة التربية البدنية والالعاب يعني يبقى عندنا طبعا هنا عشان اسم المدن هنا لا يوجد قبلها اي ادوات لانها مدينة مكونة من كلمة واحدة هنا صوت متحرك طبعا هنا واحد بس بالعلم كله يبقى كلمة ذا بعد كده كيف توفر الطق في المنزل وده حلينه وزي ما قلت لك في اول فيديو سيبلك رابط تحت في شرح كل البراجراف تحت الينات كلها يا شباب افتح الرابط لقى عندنا شرح المنها كله بالكامل من كتاب جيم وحل تدريباته وقراءة الجمل او قراءة الريدنج وكمان وكمان والبراجراف وهكذا طبعا البراجراف ده مجاب عنه في ايه في اخر كتاب المعاصر كده وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة يا شباب الدرس التلاتة والرابع الوحدة الخمسة من كتاب المعاصر رب يكون الفيديو بتاعتنا مفيدة ليكم من التوفير الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة